بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا الموائع 2 الدرس الثاني Anternal Uncomprehensible Viscous Flow كنا في الحصة الماضية قد بدأنا في حل المسألة اللي هي موجودة الرسمة أمامنا فقط لتذكيركم هنا في زيت وقلنا مختلط بالماء لكن اعتبرنا أنه إيش آيل فقط ثم قد وصلنا إلى إيجاد بعد استعمال الدنسيتي والمو إلى إيجاد الVelocity Profile اللي أوجدناها في البلانس رقم 19 أمامكم هنا وإيجاد بأنه الدشارج تساوي Q تساوي 0.0135 متر مكعب per second هنا فقط أود الإشارة أنه هنا ما في خطأ أنه متر مكعب per second ليس؟ لأنه في هنا كلمة Per Unite Wealth of the Belt وكنت قد نبهت للعمر هذا ننتبهه هنا أنه الدشارج أو Volumetric Fluorate اليونت حقته متر مكعب per second لكن هنا نستغل على إيس نستغل على Parent Unite Wealth of the Belt فإذا نقدر نكتب متر مكعب per second لكن يلزمني كتابة Per Unite Wealth of the Belt كنا قد طرحنا بعض الأسئلة وعرضنا بعض المعادلات اللي كنا راح نستعملوهم سأله خلال هذه الحصة وهو سؤال الأول How do we get the power requirement فقلنا أنه الباور هي فورس في البرستي What is the force acting on the belt Share force Tau LW وإيقوشن فور share يعني التاو هذي كم تساوي باستعمال المعادلة اللي موجودة أمامنا فخلال هذه الحصة إن شاء الله بشي نحاول أني نعطي جميع أو نحل جميع ما طرحنا سؤاله في هذا الصفح فبداية Evaluate Tau اللي قلنا نستعمل تساوي Mu Do you at the moving belt قلنا اليو الموجودة في البلانس رقم 19 موجودة على هذا الشكل Do you at the Y يعني نعم on derivation of U at Y رح نلقاها تساوي هذا الشكل فإذن هنا Tau at the belt زي ما قلنا تساوي Mu Do you وعدي Y فضربنا هنا الم Mu at Y تساوي H بما أني هنا نستغل في H at the belt فإذن at the belt ال Y تساوي H تعويض ال Y بال H في أي معادلة في المعادلة هذه ووضاع هنا وما ننسى إني H إني نضربها إيش قيمتها في المو فإذن هنا ننتبه للأمر إني لقيت Tau at the belt يعني at Y تساوي H تعويض هنا الأرقام Ru زي ما قلنا 68 kg per meter cube G 9.860 أو 981 تقريبا Sin 6 0.5 باستعمال إنه 6 تساوي 30 درجة فإذن Sin 6 تساوي نصف H تساوي 2 ملي متر أو بالS I unit 0.002 متر المو 10 أسالب 2 نيوتن ساكن per متر سكوار و 3 متر per second راح نوجد إنه Tau at the belt تساوي 19 point 21 نيوتن per متر مربع بعد إنه أوجدناها تساوي 21 kg per meter second square اللي هي تساوي 1 نيوتن per متر square الباور هنا باستعمال المعادلة اللي هي Shared force at the belt في length width في versity بتساوي زي ما الجنهة الحين 19 point 21 نيوتن per متر square في length 6 متر width 5 متر السرعة 30 متر per second نلقى إنه الباور اللي يلزمني هنا يساوي 1 point 73 كيلو وات هل إنه الباور هذي تعتبر كبيرة صغيرة حسب رأيكم هنا السؤال كبيرة صغيرة طيب ليش اتطرحت السؤال هذا لأنه كمهندس الحين يزمني يفكر إنه لما نحص الرقم هل الرقم هذا مقبول أو غير مقبول هل يمكن تقبل الرقم هذا يعني كقيمة أو لا فمثلا يمكن طالب آخر يقطع في اليونت ويلقى لي هنا 10 6 كيلو وات وطالب آخر يقطع في اليونت يلقى 10 6 كيلو وات 10 6 وات فهنا يزمني نكون عندي فكرة تقريبا على النتيجة إيش رح تكون هنا زي الملاحظة to reduce the power requirement إيش تزمني نعمل decreed detailed force هنا نكون خلصت المسألة هذه وإن شاء الله يكون الشرح واضح السلام عليكم ورحمة الله